موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج إضاءات في زيارة الأربعين وأرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج جناب سماحة العلامة الشيخ علي موحان حياكم الله جناب الشيخ وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج نعم أيها الأحبة لا يزال الكلام في قضية الزيارة في الحلقة السابقة أوضحنا أنها تفسر لغويا بأن يقطع شخص مسافة إلى مسافة أخرى ليلقي السلام على شخص آخر ولا يزال البيان عن كيف أن الزيارة بهذا المعنى البسيط أدت إلى هذا التجمع المليوني البشري على وهي زيارة أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه جناب الشيخ كيف أصبح الإمام الحسين سلام الله عليه وجها للدين الإسلام؟ أعوذ بالله من الشيطان والعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي من علينا بمجاورة الإمام الحسين عليه السلام ومجاورة أخيها بالفضل صلوات الله وسلامه عليهما وأسأل الله أن لا يحرمنا هذه المجاورة في الدنيا وفي الآخرة كما تفضلتم أن كلامنا في تحليل المسافة الواقعة بين المعنى اللغوي للزيارة بمعناها البسيط وهي حضور شخص عنده شخص لإلقاء التحية عليه وكيف أن هذا المعنى البسيط تحول إلى هذا المعنى الضخم أو المشهد الضخم اللي هو زيارة الأربعين فبكي نفهم أنه كيف تحولت هذه القضية من ممارسة هينا إلى هذا الحدث الضخم والكبير نحن نحلل هذه المسافة ونسلط عليها بعض الإضاءات تكلمنا في الحلقة السابقة في مجموعة نقاط خلاصتها أن الشريعة برمتها إنما جاء بها لكمال الإنسان والمفروض أن صاحب الشريعة كما أوجد الشريعة أن يجهز لما بعد التأسيس حتى يقوم شخص بإتمام هذه الشريعة لا بد أن يجعل هناك مقومات لبقاء هذه الشريعة ومن مقومات بقاء هذه الشريعة كان أمير المؤمنين عليه السلام والمفروض أنه بغياب أمير المؤمنين عندما تخلت الأمة عن أمير المؤمنين صلواته الله وسلامه عليه لا بد أيضا أن يجعل مقوم كبير لبقاء هذا الدين وإلا يصبح الأمر فيه نقض للغرض كما يعبرون عند العقلاء الإنسان إذا قام بعمل وبعد أن يبذل جهود كبيرة في هذا العمل من غير المعقول أن يأتي في نهاية المطاف وينقض ما قام به من عمل يعني هذا الفعل يكون منافي بالعقل والمنطق وغير محبب عقلياً صحيح؟ يعبر عنه إصطلاحاً بنقض الغلط الذي هو من القبيح العقلي أن العقل لا يقبل بمثل هكذا سلوك فعموماً ذكرنا أنه قد جعل أمير المؤمنين السلام من مقومات بقاء هذا الدين والمفروض أنه بحسب الترتيب لا بد أن الأمة تحف بأمير المؤمنين إلا أنه كثير أو تخلف الناس عن أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه وبغيابه المفروض عن هذه الدنيا باستشهاده تحدمت أركان الهدى فهذا الهدم لهذه الأركان المفروض لا بد من يقيم هذه القواعد من يستعيد ويستعيد تشييد البناء تشييد البناء هذه القضية رأساً يتبادل إلى الأذهان الآن هذه الصورة أن إبراهيم عليه السلام بعد أن هدمت الكعبة بسبب الطوفان وبسبب عراض الناس القواعد كانت موجودة ولكن جاء نبي الله إبراهيم بصحبة ابن إسماعيل ليرفعوا وإذ يرفعوا إبراهيم والقواعد من البيت وإسماعيل يرفعوا القواعد وأنه دور الأئم عليهم السلام بعد أمير المؤمنين كل الأئم من المعصومين صلى الله وسلم عليهم المفروض دورهم هو هذا أنه رفع هذه القواعد وبالأساس أنه كان الإمام الحسن عليه السلام له دور كبير في المحافظة على شيعة أمير المؤمنين ومن ثم سيد الشهداء صلى الله وسلم عليه كأنما رسالة الإمام الحسن عليه السلام كانت ممهدة لنهضة الحسين سلام الله النقطة الأخيرة التي كنا قد وصلنا إليها وكانت يعني العمدة في المحاضرة السابقة أو الحلقة السابقة والتي سنبني عليها في هذه المحاضرة أن النبي الأكرم قد جعل وجها لهذا الدين وهو الصلاة نعم فالصلاة التي جعلت وجها يعني تصور أن أهل الانحراف ما الذي فعلوه بهذا الوجه وقلنا أنهم من المكانيات الكبيرة في التخريب لا أنهم من السدج الذين يمارسون عملية التخريب بشكل غير منظم لا يشخصون قواعد الدين الأساسية وأركان الأساسية ويحاولون مهاجمتها بكل صورة القضية مدروسة يعني فوجه الدين هذا الذي هو الصلاة المفروض أنه عندما نأتي إلى الروايات ونسمع أنه مسافة ثلاثين سنة مثلا فقط عندما يأتي صحابي من صحابة النبي الأكرم كان قد حضر صلاة مع النبي الأكرم ويأتي إلى الشام مثلا ويدخل إلى المسجد ويجد الناس يصلون فيتعجب ويقول أنه والله كأنه يقسم هكذا يقول والله لو خرج عليكم رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرف إلا قبلته لا إله إلا الله هذا أمر ملفت أنه خلال هذه المسافة الصغيرة والعجيب مسافة قصيرة ثلاثين سنة يعني ليس بالبعد ممكن في هذه الفترة أنه هناك صحابة عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وآله ومنهم من انتقل إلى الشام وكان حاضرا أنس بن مالك وغيره الأدهى والأمر أنه لا يعني اسم كبير من أسماء الصحابة في الطرف الآخر المفروض كان حاضرا في معركة الجمل وبعد أن انتهت المعركة أمير أبوه السلام صلى صلاة جماعة وهذا الرجل يعني وقف متعجبا أو يعني مندهشا ويعبر بهذا التعبير يقول لقد ذكرنا بصلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وآله بمعنى أنه يعني ما الذي حصل خلال هذه السنوات فالاختلاف تام صارف ما الذي سيحصل يعني في السنوات التي ستأتي بعد هذه السنة بعد غياب أمير مرين لو لا تصدي سيد الشهداء صلوات الله وسلامه وآله يعني ما الذي حصل لهذا الدين يعني خلال فترة قياسية أنه جملة من التغيرات وأمير أبوه السلام يشير صلاحتين يقول أن هؤلاء أنه أحدثوا في الدين أمورا أحدثوها عمدا والمشكلة أنه أنا الآن في زماني لا أقوى على أن أغير هذه الأمور أنا لا أقوى على تغير هذه الأمور والتكلفة كبيرة يعني أنه أن أسكت عن هذه القضية لأن التقرب إليها يؤدي إلى تكلفة كبيرة وكانت من الأمور البسيطة مثلاً الآن عندما ننظر إليها مثلاً أنه كان يصرح أن الصلاة النافلة لا تصح جماعة فسنة فلان أنها أصبحت جماعة فأمير أبوه السلام نهاهم عن هذه القضية فيقول عندما نهيتهم عن هذه القضية تنادى أهل عسكري إنه ليس عسكر معاوية أهل عسكر الذين مخشوبين على أمير أبوه السلام وسنة فلان فتصور أنه هذه المتغيرات الكبيرة التي حصلت متغيرات ضخمة الآن مثلاً شاهد من الشواهد المرئية في زماننا هذا هذا قضية ممتدة طويلاً قضية مثلاً مقام إبراهيم مقام إبراهيم المفروض أنه حجر كان ملاصقاً لجدار الكعبة في الجاهلية أبعدوه عن جدار الكعبة وجعلوه في مكانه هذا الآن وهو 12 متر بينه وبين الكعبة نعم بين الكعبة الشريفة عندما جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ودخل مكة أرجع هذا الحجر إلى مكانه القديم على عهد إبراهيم عليه السلام وعندما جاء الثاني أرجعه إلى أيام الجاهلية استمرت هذه القضية أمير ملين يقول هل أستطيع أن أرجع هذا الحجر إلى مكانه مفروض أنه لا أستطيع الغريب الغريب أنه مثلاً في زماننا هذا المعاصر في أول قرن التاسع عشر عندما تبدل الحكم في الحجاز طرحت هذه القضية أنه التزامنا بالسنة والتزامنا بالتديون المفروض يجب علينا أن نرجح هذا الحجر إلى مكانه مكانه الأصلي الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله الغريب أنه كانت هناك يعني دفعة من علماء الأهزر كانوا يدرسون في الحجاز وكان على رأسهم يعني شيخ معروف المفروض هو من اعترض وأرسل رسالة إلى الملك في زمانه أن هذه سنة فلان يعني كيف تغير هذه السنة يعني حتى لو كان النبي الأكرم هو الذي فعل هذا الفعل العجيب في الأمر تقدم سنة فلان على سنة النبي ذكرنا يوم في الحلقة السابقة أنه للخليفة مقامه أعلى من الرسول كيف وهو رسول الله صلى الله عليه وآله الذي وضع هذه السنة فكيف لك أن تأتي وتغيرها فعموما يعني الآن أمثلة جدا كبيرة الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها أن هناك تبدلا كبيرا قد حصل وتحريفا ضخما قد حصل والمفروض أن الدين سيظهر بمظهر آخر غير المثل الذي وضعه له رسول الله صلى الله عليه وآله فعليه يعني من ضمن يعني آلية الحفاظ على بقاء الدين كان بقاء سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم عليه وأن الله عز وجل جعله وجها للإيمان كأن هذا المنطلق الآن الذي سننطلق عليه في هذه الحلقة أنه كيف جعل الحسين عليه السلام وجها للإيمان وجها للدين الإسلامي بالدين المفروض أنه الآن يعني أنا ومن يعني يقف في الطرف الآخر نصلي ويدعي أن هذه الصلاة يعني هي الصلاة وأنا أدعي أن هذه الصلاة هي الصلاة المفروض أنه أنا أرى وأنظر الآن وأسمع وأقرأ في الروايات أن الأمر قد طرأ عليه تحريف كبير وبخم فكيف يكون النجاة كيف يمكن الاعتماد على هذا الوجه فانتقلت القضية إلى أنه مسألة يعني كون غير قابلة للتحريف غير قابلة لأن تمس نعم المسألة الآن يعني الصلاة ممارسة خارجية يعني ممارسة في الخارج فعل خارجي نعم يشاهد منه المسلم أنه عندما يؤدي هذه الأفعال يقال أن فلان مسلم كونه يصل لهذه الصلاة هذا الفعل الخارجي قابل قابل للتحريف والتأويل الآن لا بد أن يكون البقاء باعتبار أن الظلمة كبيرة والخطر كبير لا بد أن يكون يعني هذا الوجه وجها غير قابل للتحريف نعم فالوجه الذي لا يقبل التحريف يعني في المنطق عندنا قضية مهمة أنه ما يعبر عنه بالبديهيات البديهيات المفروض الكل يعرفها ممكن في النظريات يصير نوع من المغالطات نوع من الأخطاء إلا أنه القضية البديهية المفروض غير قابل للتبدل باعتبارها معروفة وكل سائر عليها سيد البديهيات هي الوجدانيات نعم قضاء الوجدانية نعم فسيد الشهداء عندما ندعي الآن أنه وجه للدين والمفروض أنه غير قابل للتحريف الله عز وجل جعل الحسين عليه السلام في القلوب في الوجدان في وجدان المؤمنين بحيث أنه ورد في الحديث أن الله عز وجل أنه جعل للحسين عليه السلام أو لقتل الحسين عليه السلام حرارة إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفي أو لا تبرد أبدا هذه القضية ما دام صارت في القلوب وفي قلوب المؤمنين الآن المؤمن الذي يريد أن يعني يجري لنفسه اختبار أنه الآن على الجادة أو لا يعني ما هو المائز بينه وبين غير المؤمن المفروض أن هذا هو المائز الأساسي الذي لا يتبدل عندما ينظر إلى نفسه هذا الأمر الوجداني المفروض هو الذي يكشف له أنه على الجادة أولاك نكتة لطيفة في هذا الباب أنه عندما بدأنا في قضية البديهيات البديهي ممكن أن يخفل عنه ينسى فكل ما يحتاج إليه البديهي أنه يحتاج إلى تذكير لا يحتاج إلى برهان وأدلة لا يحتاج إلى منبهات كما يعبرون فهذه القضية التي في القلوب أنه حرارة في قلوب المؤمنين وبعد وجعل للحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين أيضا محبة مكتومة كل ما يحتاج الإنسان أنه ينبه فإن شاء الله إذا مررنا على قضية الوسائل الحسينية التي شرعت منها الزيارة زيارة الأربعين هي منبهات منبهات عندما يمارس الإنسان هذا العمل ليتنبه إلى هذا الأمر الذي في داخله نعم جناب الشيخ الآن تكلمتم عن قضية الوجدان والذكرى والقرآن الكريم خير شاهد ودليل بقوله تعالى فذكر أو وذكر فذكر إن الذكرى تنفع للمؤمنين نذهب إلى فاصل قصير ونستكمل الحلقة إن شاء الله مشاهدين الأكارم فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى حياكم الله مشاهدين الأحبة مرة أخرى في برنامج إضاءات في زيارة الأربعين وضيفي المستمر في هذا البرنامج جناب الشيخ علي موحان حياكم الله شيخنا العزيز مرة أخرى كان الكلام قبل الفاصل حول أن لقتل الحسيني سلام الله عليه حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا وهناك حب مكتوم لسيد الشهداء سلام الله عليه في قلوب المؤمنين كيف صار الأمر أنه هناك جهة تحاول إطفاء هذا النور وهذا النور يشع في كل سنة يأتي كما ذكرنا فذكر يأتي تذكيرا تنبيها للمؤمنين وتقام هذه الزيارة بما أننا في مضامينه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد مسألة جعل الحسين عليه السلام أو جعل صورة سيد الشهداء في القلوب على أن يكون وجها للتدين أو وجها للإيمان هذه يعني من كأنه من الأمور التي الشارع كأنه انتزم بها باعتبار أنه يريد أن يبقي هذا الدين نعم ابقى هذا الدين المفروض يعني كما يعبرون الآن أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأم عليه السلام باعتبارهم هدات تكليفهم جميع هؤلاء الناس وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا جميع هؤلاء الناس تكليف النبي الأكرم جميع هؤلاء الناس تكليف الأم عليه السلام كل هؤلاء الناس على مختلف ثقافاتهم على مختلف مشاربهم على مختلف أجناسهم على مختلف لغاتهم دياناتهم كل هؤلاء المفروض هم تكليف للنبي الأكرم ولأهل بيته بدليل الآية القرآنية وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فالمفروض أنه عندما يكون التكليف لكل هؤلاء طبعاً من غير المعقول الآن أنه مثلاً نحن الآن في مقامنا إذا نريد أن نبلغ نسوفة حملة تبليغ الآن يعني المقترحات التي تتبادل على الذهن بشكل سريع أنه مثلاً أطبعه مثلاً منشور معين روشورات كذا هكذا قضية فالإشكال يأتي أن هذه القضية ستكون خاصة بمن يعرف القراءة والكتابة مثلاً أو بمن يجيد العربية مثلاً ثم أنه يعني حتى من يجيد العربية إذا ما تتكلموا بمصطلحات هو يفهمها أحياناً المصطلحات ستكون معبدة وصعبة نعم فلازم تبسط هذه الملوء تحتاج إلى توضيح في النهاية في النهاية مهما تمارس عملية تبليغ ستكون هذه القضية قضية تبليغ منحصرة بجهة خاصة من الناس بطائفة خاصة من الناس فهين المفرض أن تكليف الإمام تكليف يعني لعموم الناس جمعي فكيف يأتي الإمام عليه السلام يعني بأمر يكون هو قد أدى ما عليه من هداية جميع حول الناس الله عز وجل من لطفه بالناس من لطفه بالناس والمفروض إعانة للمعصوم في أداء مهمته أن جعل هذه القضية بالتكوين يعني هذه المسألة عندما يقول جعله هذه قضية تكوينية في ذات الشخص في وجدانه الآن يعني الآن في نفس المؤمن هناك جعل تكويني يعني في نفس خلقة المؤمن المفروض ما دام أنه خلق من فاضل طينتهم فأنه له ربط طعم هذا الترابط الموجود شيعتنا خلق من فاضل طينتهم هذا هو أنه له ربط بالمعصومين عليه السلام فالمفروض أنه مهما كان الإنسان يعني بسيطا في ثقافته كان يعيش في عصور مظلمة كان يعيش في أزمنة بعيدة بخلاف مثلا الآن وسؤل التعليم العالية إلا أنه في النهاية الكل قادر على أن يعني يستنهض هذه الروح التي في داخله من خلال هذه المنبهات العملية نعم المنبهات العملية التي شرعها المعصوم الحرارة والحب كما ذكرنا كيف يعني تتوقع هذه الحرارة في النفوس أنه ما أن يأتي شهر محرم حتى تبدأ النفوس يعني قضيتها أنه ما أن يتوجه الإنسان للحسين الإسلام حتى تبدأ هذه القضية يعني مرة يقوله أنه هذه قضية لا شعورية أو أنه يتساءل أنبياء يتساءلون قضية ليست فقط في هذه الدائرة أنبياء يتساءلون أنه عندما مروا مثلا بكربلا أو عندما مر ذكر الحسين على أسماعهم أنه لماذا خنقتهم العبرة مثلا يسأل يسأل جبرايل عليه السلام أنه لماذا خنقتني العبرة فيجيب جبرايل عليه السلام أن الحسين عليه السلام كذا سيكون عليه من حال وما يمر به من موقف فهذه القضية المفروض قضية يعني متقنة في دائرة التبليغ وفيها لطف كبير للناس أنه الآن نقف عند هذه النقطة أن الله عز وجل جعل المحبة والحرارة في قلوب المؤمنين لسيد الشهداء صلى الله عليه وسلم ومن ثم هناك تشريعات ما يعبر عنها بوسائل الحسين عليه السلام هذه الوسائل قادرة على أن تجعل الإنسان يعني يمسك بالوجدان دليلا على أنه على جادة الإيمان على طريق الإيمان هذا هو ما سيأتي من أنه زيارة الحسين عليه السلام وسيلة من الوسائل المجلس الحسيني وسيلة من الوسائل البكاء على الحسين وسيلة من الوسائل الإبكاء التباكي إطعام الطعام السقي الماء الزيارة ماشيين أي ممارسة من الممارسات الآن التي تنسب لسيد الشهداء هي كلها في النهاية يعني وظيفتها هذا الآن من المهم عندي أن أنبه على هذه القضية وقضية ملفتة أيضا في مكتبة مذهب أهل البيت عليه السلام هناك كتاب جدا أساسي اللي هو كامل الزيارات هذا الكتاب مخصص لزيارات النبي الأكرم وزيارات المعصومين عليه السلام عندما تتصفح هذا الكتاب وأول ورقة اللي هو الفهرست مثلا عندما تقرأ فهرست هذا الكتاب ستفاجئ بمثال أنه مثلا عندما تأتي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ستجد أن هناك مثلا أربعة أبواب أو خمسة أبواب لزيارته نعم الإمام أمير محمد السلام كذلك خمسة أبواب أربعة أبواب ستة أبواب كل معصوم من المعصومين يعني لا يمكن أن يتجاوز العدد هذا الرقم يعني عندما تصل إلى سيد الشهداء ستفاجئ أنه أكثر من سبعين باب ما شاء الله أكثر من سبعين باب في كامل الزيارات المفروض كلها للحسين عليه السلام ما من يوم يمر من الأيام إلا والحسين عليه السلام سهم فيه ما من شهر إلا والحسين سهم فيه أعظم المناسبات التي يمكن أن تمر أعظم المناسبات الدينية والأحداث والأيام المخصوصة كلها تتضمن زيارة الحسين عليه السلام على رأسها زيارة سيد الشهداء على رأسها زيارة سيد الشهداء أنا حتى مرة من المرات طرحت هذه القضية على بعض الأخوة قلت انظروا إلى هذا الأمر ملفت أن كبار العلماء في مثل هذه المناسبات الكبيرة كبار العلماء يأتون من أقصى الدنيا ويأتون من النجف بالذات يترقون النجف ويأتون إلى سيد الشهدات وأمير المؤمنين عندهم وكأن أمير المؤمنين هو الذي يحثهم على الذهاب إلى حسين عليه السلام وفي هذا المضمون جناب الشيخ في زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه نجد أن هناك زيارة للإمام الحسين فالآن عندما تأتي وتجد أنه كل المعصومين عليه السلام كلهم عندما يسألون أو يمارسون دور الهداية يمارسون دور الهداية تجدهم مشيرون عن الطريق بالحسين يعني كلهم سفن هداية كلهم مصابي حداية وكلهم سفن نجاة إلا أنه الإشارة دائماً يصير للحسين عليه السلام حتى أن هناك رواية جداً لطيفة تنقل عن الإمام الجواد صلى الله عليه وسلم عليه أن الإمام عليه السلام شكى إليه بعض الشباب أنه سوء الحال والأوضاع الصعبة التي يمر بها وأنه طلب من الإمام أن يدله على الطريق يعني الدقيق في هذه العبارة قال صلى الله عليه وسلم عليه كما ينقل يعني فر إلى الحسين عجيب الفرار إلى الحسين معنى أنه يعني الإنسان الذي يفر مو أنه يذهب إلى الحسين فار من أمر معين يعني يعني فر من قسور كالذي يفر من الأسد أو يفر من المعتركات الحياة الفرار من أمر المخوث الذي يريد الأمان عندما نقول أنه أمنى مل جاء إليكم قد من الذي يلجأ؟ يلجأ الخائف يلجأ المطار يلجأ المحتاج فيصبح الحسين عليه السلام كهفاً أمان الخائفين بل أمان للخائفين هذه القضايا تجعلنا نلتفت وندقق في هذه المسألة أن الله عز وجل عندما جعل الحسين عليه السلام يعني في القلوب إنما جعله في القلوب لأي شيء لكي يتحقق هذا المعنى أنه مصباح وهداية يعني تقول كيف أن الحسين عليه السلام استشهد يعني كيف أن الحسين عليه السلام الآن يدلني هل أن الحسين مثلا أذهب وأقرأ روايات وردت عن الحسين عليه السلام مثلا لكي أستدل هل أذهب مثلا وأنظر مثلا ماذا كتب الأعلام في سيرة السيد الشهداء حتى أستدل أسمع مثلا كيف أن المام حسين قاتل وأستشهد لكي أستدل يقال لا مصباح هداية وسيستمر إلى يوم القيامة هذا المصباح أن الهداية يعني قضية وجدان وجدان في الوجدان موجود الحسين السلام في وجدان كل مؤمنين المفوض هو كأنه هو بوصلته التي تدله على الصراط يعني نقدر نقول جناب الشيخ أنه كما الحياة صفة في فطرة الإنسان فطرها الله سبحانه وتعالى سواء على جانب الرجل أو المرأة في وجدانه كما تقول الآية المباركة فطرة الله التي فطر الناس عليها فحب الحسين سلام الله عليه في التكوين حبه وهذه الحرارة الموجودة هي في التكوين وفي الوجدان نعم هذه قضية جدا أساسية ومهمة لذلك الآن عندنا مثلا من المستحبات أن الطفل الصغير من عداب الولادة يحنك بتربة سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم بحيث يرتب تكون بالحسين عليه السلام بهذه الممارسة على العموم فالفائدة التي نخرج بها من خلال هذه المفردات التي ذكرناها نعم أن الحسين عليه السلام جعل وجها للإيمان باعتبار أن نواسها الدين الذي جعل يعني تم إطفاؤه تم الدخول عليه والإساءة إليه بصور شتى فالله عز وجل المفروض بدل أنه تكون هذه الممارسة وهذه الممارسة العملية كالصلاة قابلة لأن تحرف وأن يدخل عليها ما ليس فيها المفروض تحولت القضية من قضية فعل مظهر بالصورة إلى أن تكون القضية في وجدان كل شخص المفروض أن في وجدان كل شخص الآن علامة للإيمان أو علامة للإيمان فهذه العلامة هي التي تدله وهو سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم وبذلك أصبح الحسين صلى الله عليه وجها للدين الإسلامي استدلالا بما ذكرناه في هذه الحلقة بأنه حبه والحرارة التي زرعت في قلوب المؤمنين كما ذكرنا والتي هي من فاضل طينة خلقة أهل البيت سلام الله عليه فإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا في الآخرة من شفاعة الحسين سلام الله عليه وفي الدنيا الاستمرار بالتوفيق لزيارته سلام الله عليه شكرا جزيلا جناب الشيخ علي موحان كنت ضيفي في هذه الحلقة مشاهدين الأحبة وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة نراكم في حلقات أخرى إن شاء الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة